بس قبل ما نطلع الفاصل اسمحولي هتوجه بخالص عزائي الى الفنان والانسان محمد صبحي اللي انا بعتبر نفسي كنت يعني مقرب ليه بعزيه في وفاة زوجته نيفين حسين رامس ومحمد صبحي عاش سنوات جنب زوجته واقف جنبها في مرضها الشديد للغاية مش عايز اقول لكم شاف ايه وما كانش بيحب يتكلم سنوات العلاج وشهور الصهر والألم والصفر لانه دي هي شريكة حياته وعمره اللي بيعشقها ولو تقروا الرفاء اللي كتبه وكتب كلمتين بس ألب ومصر كلها كتب على صفحته الرسمية رحلت رفيقة عمري وعماد الأسرة وقوة العائلة رحلت زوجتي الحبيبة نيفين حسين رامس على البقاء ولله الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة في 6 أكتوبر وقيمة الجنازة اليوم ويوم بيوم قنوات النهار كل زملائك الفنانين كل الناس وقف جنبك يا فنان يا محترم الذي أصر أنه هو يشيل نعش زوجته وأنه يفضل جنبها إلى مثواها الأخير أدي الصور على فكرة شيء صعب جدا جدا اللي بيمر بيه الفنان محمد صبحي وكان شيء صعب جدا اللي كان بيمر فيه في السنوات اللي فاته بس شوفوا محمد صبحي كان بيعمل إيه في خدمة المجتمع وكان بيعمل إيه لكل اللي بيحصل في مصر أي من المنذر أيام الثورة في عز ما هو كان في أزمته وفي عز ما هو كان عنده مشاكل أسرية وكان دايما قاعد جنب مراته الله يرحمها وربنا يصبر قلبك الإنسان محمد صبحي فاصل ونعود إليكم بضيفي الكاتب الصحفي ريا رشوان يوم بيوم